استادفت ميليشيا الحوث الإرهابية خلال الأيام الماضية في العاصمة المحتلة صنعاء وبقي مناطق سيطرتها بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من العائدين من المحافظات المحررة بالإضافة إلى ناشطين ومواطنين انتقدوا سياساتها وكشفت مصادر أمنية وإعلامية عن قيام عناصر من جهاز ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي باعتقال العشرات من العائدين خاصة من الصحفيين والنشطاء واحتجزوا في سجون سرية وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات تهدف إلى التحفظ عليهم حتى انتهاء فعاليات ما يسمى بالمولد النبوي وهي فعالية سنوية سياسية تحت غطاء ديني تنظمها الميليشيات الطائفية ولم تقتصر حملة الاعتقالات على العائدين من المناطق المحررة وفقا للمصادر بل شملت عددا من الناشطين والمواطنين الذين نددوا وعبروا عن استياءهم من حملة الجبايات التي تفرضها الميليشيا والبدخ في تنظيم شعارتها الطائفية